يعقد مركز عيسى الثقافي في السادس عشر والسبع عشر من شهر نوفمبر الجاري مؤتمر تاريخ التسامح الديني والمذهبي في البحرين والمزمع يعقده تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس مجلس أمناء المركز جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الأمناء المدير التنفيذي لمركز عيسى الثقافي حيث أوضح أن المؤتمر يهدف إلى توثيق مسيرة التعايش الديني والمذهبي بين مختلف فئات مجتمع البحرين بالإضافة إلى تأصيل قيب التسامح والتعايش ونشر ثقافة السلام بالانطلاق من الجذور التاريخية للمجتمع البحريني وسيتناول المؤتمر من خلال الأوراق الثمانية التي سيتم طرحها أسس التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع البحريني تاريخيا والتي قادت إلى استقرار البلاد وازدهارها في كافة البجلات بمناسبة يوم التسامح الديني في العالم في تاريخ 16 نوفمبر نحتفل نحن في مركز عيسى الثقافي بتنظيم هذا المؤتمر الهام جدا والذي يحكي تاريخنا الواقعي للتسامح الديني فالتسامح في البحرين ليس وليد اليوم وليس وليد تطورات سياسية بسبب طبعا المنظمات الجولية وغيرها ولكنه في الحقيقة واقع وأصل هذا التاريخ هذا البلد وبالتالي يعتقد بأن تنظيم مثل هذا المؤتمر سوف يؤرخ هذا التاريخ تاريخ التسامح هنا في البحرين ولن نأتي بشيء من الخارج بالعكس كل من سيساهم ويشارك في كتابة تاريخ البحرين في التسامح هم في الحقيقة من دوي الشأن بهذا الموضوع من هذه الجاليات وهذه المذاهب